موسيقى وماما مصميمة تجوزهولي لانو عجبها قوي انا مش هارف عامل ايه إلا اذا تقدمتلي انت نعم انا بظروفي دي واحد صار توجيه ست سنين يروح يخطب ازاي ليه لا اتقدم وشوف رضو حتى لو اهلك وافق اخوه انا مش هوافق سليمان انت هو اللي بتعقدها وبصراحة دي انا عليك مش عايز انا مش عايز بالعكس دي انا اتمنى طب بقولك ايه لو اهلك وافقه انا ليه شرط واحد بس اخطبك بس اخويا معرفش اه سكت ليه ما تتكلم ورعيك في كلام بنتك سيبيني افكر افكر ازاي اتصرف معه وده عايزي تفكير انت احلاحة دعبه الامان لحد ما تفوق افتكر الطريقة دي اخلاحة غيرها افتكر وان ما اندربتهاش انت حضرها بحنا ومن بكرة مفيش جمع مونيرة مونيرة اللي فضلها كم شهر وحتبقى مدرسة قد الدنيا جايبانه وانا اتصاعي عايزي تجاوزه وكمان له شروط احنا نوافق واهل ولا يعرفه ولا يحضره كلام فرغ وقلت ادب لازم نعالج المسألة بهدوية ثانية انا كمان حزين على اختيار مونيرة وحزين اكتر على مستوى حضرتك لكن انت عارف بقى وانت كاندية عشان كده لازم ناخد مسألة بالراحة ويلازم انا حفلة من ايدين رايك مين؟ بلى عما سمعتش كلامنا انا Jen Ald Franco يوه هو انت اخaffle عندي معاق مهمة في الحزن الا انتشائي شائي قوي يحمي دفانبي يا ميرفا تانم انتي من ست واحدة انت ستات كتير كذابة ودم خفيف وقريقة انتك لازم تطلع شاعر مش تلغراف دي تصدقي بالله انا حاسس ان ربنا تطلع لي على المعاش عشان افضلك اصلي عمدي كلام كتير حاوز اقولقولك محتاج دي اللي فاضل من عمري ويمكن ما يقضيش وقلت الكلام ده الكم واحدة قابل يا رجلين احلفلك دي عشان تصدقيني انا متجوز بقالي خمسة وعشرين سنة ما بصدش الواحدة التانية للأم العيال طب وايه اللي غيرك انت من ساحة مقليتي على حياتي وانا كيان اتشالك حاسس ان ابيت شباب من جديد خايف اصدقك تكون بتضحك علي بتضحك عليكي لو سألت ابو الهول دي اللي بمنطقشي هيقولك صدقين اقولها يا عم اقولها لطيف لطيف يا حمد افانتي معلش معلش يا امير اتي عارفة زعل ماما صعب لا لسه صغيرين عالقرب ده خلاص بقى يا حبيبتي خلاص حقك علياني وانا كنت عملت ايه سليمان عايزي تجوزني يعني ما عملتش حاجة غلطة برضي يا ميرا ما هوش من انت يا حبيبتي ده انت تاخد سيد سيد اخد سيد سيده ده وانا هتجوز بطريقة ماما لكن انا بحب سليمان حسوا بقى يا بقى يا عالم حسا يا حبيبتي واعرفة وخايفة عليك بس عشان خطري عشان خطري ما تروحش الجامعة النهاردة بكرا ما مطلق وتخليك بتاني زيلي بلا يا حبيبتي انت هاروح الجامعة ودلوقتي حالك انا معكم السجر انيه اسمعين باس يا ميرا المترجم للقناة ايه؟ أصنع حلواني يا أخي محمد ايه؟ عوز بالله من الشيطان الرجيم انا مش شايف اي مبرد لخطة من البلوس السياسي علمي هابدت الدعوة للإصلاح الديني لو سادت هتظهر فساد الملك والأحزاب وتطالب بالجلال وده طبعا خطر على مراكزهم وأوضاعهم زمان لا سيدي والمراكزهم وأوضاعهم بس حلماننا سيادة التدين لو سادت في قلوب الناس هتغيروا السياسة اللي بيحكموا بيها ويقول دي سيطان الرجيم ويقول دي سيطان الرجيم شو يا أخي محمد أنا بكلمك في إيه وأنت بتفكر في إيه؟ معقول؟ معقول أخي في الدعوة يمارس حياتي الشباب بالطاقش ويبص في البنت في الطريق العام بس أنا ليه مش افتهايش من الزمان؟ لطعاني الساعة بحالك طبعا وانتي لطعاني بقالك كذا يوم وأنا سألة فيه بعد كل اللي حكته لك عن تصرف مان ولسه برضو مش هيستسابدأ أن أنا ما كانش ممكن أخرب إسليمان تا ما عندكش فكرة دي دي دهبتني دربتك؟ أنا كنت متأكد أنها ممكن تعمل حاجة زي كذا على كل حال تنسيش برضو إنها أم وخايفة على مصلحتك وأي أم في مكانها كنت هتعمل كذا برضو يا مونيرة أنا أنا شايف إن إحنا نسيب بعض أحزن القلقة بتاعتنا دي مكتوب عليها الفشل من بدايتها إسليمان ما تقولش كذا أنا لا يمكن حسيبك حتى لو الدنيا كلها وقفت فوشي أيه موسيقى 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 نعمال باشر رشيدي من كبار اعيان البلد يا حمد افندي عايز لقطة ما يتعوضش ما تطهروش من ايدك ما هتتحايزلوش يا خديل افندي عشان بتشتغل في دائرته حط نفسك مكاني كبير اوه على كوسر فلوسه وصرويته هتعوضه عن سيمه يا سيدي طو يعني اطبعك ازاي يا خديل افندي لانت بتقول عنده اولاد قداء زيها زيهم في الورث لو ما خلفتش حكيه ورس عشرين فدان حط يطولي الاملة دي انا بجوزها الراجل مش لعشرين فدان يا خديل افندي وعليهم يديني فرصة ياخد رأي البنت امه اقولك يا ريتي جزرنا يبقى رأي ورأيهم على نور اوي يا اخوي اوي بكرة زي دلوقتي حيكون معايا هنا وان شاء الله ربنا حيتمن بخير انا لا قلت اه ولا قلت لا اديكو حتشوفوه طولو رأيكو بس لو ما كانش من سنك يا حامد من سني من سني هو سني بقى مضرب الامثال انت زعلت؟ طبعا زعلت وهي في فاكهة بتتكسف من قوانها يا حامد قبل ما تحكمي حط قدام عينيكي السعادة اللي هتبقى فيها بنتك هتعيش في صرايات خد من بالدستة هتتقنى انا للاغنية اللي اتحرمنا منه ايوه بس احنا ما اتحرمناش من الحب والاخلاص يا حامد ودول اهم من فلوس الدنيا كلها يلا يلا نقبل الراجل صدقيني يا مميرة انا انا مش عايزة تخله لان غير ما اشوفه ما عندك حال ازاي تتجوزي راجل في سن بابا ما حتش تفكر بعد عشر سنين انت هيبقى شكلك ايه هو شكله ايه راجل بيوابع وستة لسه بتستقبل شبابك يلا حمرات يلا اوه بعتاني عشي هستعجلكم شوفتو يا محمد ايوه انت رأيك ايه اقطاعي للأسف معروف صلطه بالصراية ما تسيبك من حجاية السياسة دي وقولي رأيك فيك بني آدم جواز صلط رحم ومودة والأسف الاثنين مش متوفرين فيه ولمانتو الاثنين مش موفقين عليه عاوتينا ادخلوا ليه ونينه كوزر ايه يلا بصوره وبعدين بايح الله ربنا يلا يلا كوزر يا كوزر شكرا اشتركوا في القناة اهلا اهلا بعروستنا ربنا اعتمن بخير ان شاء الله اتفضلي اتفضلي نعمال باشر رشيد اتفضلي يا استهاري حط الاعوة هنا يا بنت حطيها ايوان وعشان الانسة كوسر تطمئن على مستقبلها من الاولاد بعد عمر طويل انا هكتب لها عشر فددين باسمها اسأل خليل يا حامد افندي على الاثنين اللي قبلها الله يرحمهم كنت شايلهم في عناي ازاي واذا القت من معاملة الاولاد انا مستعد امنعهم من دخول البيت نهائيا اصفر اجري اصفر ايه يدون؟ انا اصفر 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 انا اصفر اصفر مع سلام أفند، الله سلمك أنا منتظر الرب مع سلام أفند، إلى اللقاء هفوت عليك بكرة مع السلامة مع السلامة عز وفقفخة أيوة، بس تكبير قوي يا حامد ملا، هيعطينا سنية، انت برد عليها ولو إيه؟ لا يا أخويا، وإحنا هنرمي البنت، تقوله لا طبعاً لا، أه؟ طب تعالي، حضر يا عشرة سنحوط مجوع حاضر آبداً، كُلَائِ صرح جولاً لا، يا عمل إんです Juli السلام Brand اي حال؟ ااا... الشاهد طهنان بنا فقط زكا حسنبي اهلا بيك يا معالي الباشر زكا يا سابق اهلا مساعدتك يا فندم على فكرة انت طلقت ولاد خلبوس أنا مش قلت لها بتعلم البيت الفروسية وبس الحقيقة ساعة الباسي أنا ما تتكلم يا بابا الحقيقة مع الباشا أنا جاي ما أفضل مع سامي عشان عشان ما تتكلم يا سامي هو هوفر عليكم الحرب وحتكلم أنا صدروا فرد ساعتك تيتي بنتي الوحيدة وطبعا ساعدتها تهمني طبعا خصوصا بعد فشلها في جوازها الأولاني لكن مدام هي عايزك فأنا موافق لأنها تعودت أنها تأخذ كل هي عايزة بس أنا ميا شرطي أول تيتي تعيش معايا هنا ثانيا ودي شكليات قدام العيلة بس شك التيتي خاتم سوليتير ومهرها ألف جنيه ألف جنيه بس تمام يا فندم وأنا جاهز لتنفيذ يبقى خلاص مبروك مبروك تمام يا فندي جايز للتنفيذ كمان جايب لي واحدة منتجوزة قبل كده بنت حاني بورهان كان مالا وطي صوتك يا بابا نبقى نتكلم في البيت وبعدين مش هيب إن أي واحد تفصل في الجواز أنا مالك بس تقدر تفهمني ساعات البيت حيتدبر ثمن الشبكة والمهر الزاجي ما هو البركة في ساعاتك بقى يا بابا من إيه؟ دي مبلغ يكسر الوسط ما كمان يا عروس يا بابا هتخليني بيه رسمي في غمضة عين وحتصرف عليها من إيه؟ دو أخدع العز وعايشة عايشة هايلاي اسمعش يا ابوها بيقول إيه؟ ما يقدرش يا خالله طالب يا بابا ساعاتك هتساعدني في الأول بس خلاص يا سامي خلاص عقلك في راسك أعرف خلاصك إن كان علي المتين جنيه اللي أنا شهيرهم في البوستة اعتبرهم بتوعك متين جنيه؟ ما ينفعوش طبعا يا بابا أنا بقول يعني حضرتك تتوكل على الله كده ويتبيع العشرة الفلدينين في البلد ونتصرف بجمانهم هبيع الأرض؟ الأرض اللي إحنا عايشين من رعها وسترانة؟ يا بابا بيح هو إنت بس وأنا في ظرف سنة سنة واحدة هرجيهم لك عايشين فدان يا بابا بقولك هتنقل الحرس الملكي ابنك هيبقى في الحرس الملكي وهعيش في القصر ده كله يا بابا أنا جايه هو ينتو بيتقارينت يا أخولي حلو وزي الأمر بولي شوفك يقولك هتا العريس يلا يلا المزة بتستعجيلك خلاص يا سمية خلاص عبارك يا بنتي عبت عبارك بابا أنا مفقى لنعماني رشيد ويا رس كتب كده بيكون الخمس اللي جاي قلونت يا كوسر أنا عايزة إيه أكتر من كده رجل مبسوط وغارية ويباشرة اي بنت اتمنى انت الجواز السلام عليكم اهلم يا حامد ايه بلا اختموا وفقتك عالجواز واتفقنا اكد بالكتاب والخميش الجاية الراجل كان هيكلم الفرح بالسرعة دي يا حامد طب كان يخطبها شهر ولا اتنين يمكن ترجح في كلامها هي اللي اختارت محدش جبارة على كده انا بفكر في مصرف جهازها طول عمري خايف من اليوم ده ارمح ملك على الله وهو يدبرها لا اله الا الله انا بفكر استبدل جزء من معاشي ولا هنو هكون من عليم لا ودي ولا جيف ايه ايه ولا يهمة انا عندي شوية صيغة ما بلبسهاش خدها بحا وجاهز البنت معاول يا سانية ابيع سختك عشان اجهز كوسر كتير عليها ان عشت العمر المعتمد على فلوسك مش كفاها عشين في الفلا بتاعتك اللي اويانة اغسى عليك يا حامد تاني حتقول فلوسي وفلوسك انا العايزة لسيغة ولا عايزة غيره انا كل اللي هميني اشوفكم مبسوتين فعلمش بقى ربنا ايديك الصحة ويخليك وتجوز بنتها وبنت بنتها كمان طب و هي ما تبيحش سغتها ليه هي مش بنتها زي ما هي بنتك ثانية طول عمرها أفضل علي بده أروحك منها لما تأدي أنت تضحية ليه ولا عشان أولادي طبق هي بقى عرفت نقطة تضعف اللي فيه تصرف هي تنحرج أنت تتربط بيها غصب عني لازم وافع على اقتراحها هجيب منين على رأي المسل يا جوحة هدي غنبك واحدة أيمة واحدة أيمة طب و أنت تجهزها ليه ما كل شيء بتمن بنتك صغيرة العريس رجل كبير المفروض أنه هو اللي يصرف ده يبوس إيده وشه وظهر النك و وفقته تجوزهاله نزم الفرح وكل شيء يبع على حسابه هو ما أقدرش أطلب منك كده كرمتي ما تسمعش أها أملكم تبتاخد رأيي له بقى اتفضل جهازها اعمل اللي يعجبك يا بابا وفقة كوسر على الجواز من رمان الرشيدي فيها سر 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 إيه بقى يا سي محمد يا بابا أمير قالتلي أن كوسر كان عندها أمل أنها تتجوز سامي علماء و لما تجوز واحدة غيرها وفقت على النعملنا الرشيدي يعني التعمل على حساب مستقبلها ما حدش على الكلام دي قبل كده ليه ليش كدتوا لحدنا ما حددنا معادي كدب الكتاب و الناس كلها عرفتها يا بابا حدنا لسه على البر يعني ممكن تصرف يا محمد يا ابني أنت لسه صغير بكرا ما تجبر في حاجات كتير حتوافع عليها و أنت مش راضي عنها أنا يا دورك بصرف عليك أنت واختك سي الجامعة لقد اتقدمني الثاني علماء ما كنتش حاضر أجيح زاختك من فضل ربنا علي من عمان غني و هيتكفل بكل حاجة و حتى مرضيش يحرجني في تفاصيل الجهاز يعني كوسر اتباعت يا باب و التامن جهاز المصريف فرح ده حتى يعتبر جوازها بعض اللي أنه تحول إلى بيع و شروة يعني جواز مطع لمقابل مادي يا ابني بلاش كلام كبير حفظته من كتاب الحياة فيها علمه أكبر مش موجود في الكتب الحياة فيها ضروريات تبيح المحذورات و إحنا ما بنعملش المحذورات لسامح الله إحنا بنجوز اختك لواحد حيهنية مئة مرة عن سامي علماء أنا مش وافق يا باب أنا حتي الفستان فرح ما لبسيتوش بنت في مصر كوسر أنا أمك يا حبيبتي و ما يهمنيش من الدنيا غير مصلحتك واشوفك سعيدة وسامي مش أخ الراجل في الدنيا ولا أنت أول واحدة تتحشن في راجل ويخلى بيع يا حبيبتي إحنا لسه على البر و ما تعنيديش مع نفسك المسألة أكبر من أنك تغذي سامي ده مش لعب عيال يا كوسر ده جواز سامي سهبني علشان يتجوز بنت باشا خلاص أنا حتجوز باشا ترجمة نانسي قنقر 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 اي خدمة؟ هتنا بقول صباح الخير اي خدمة؟ اص المنديل ده قوي على الارض الوقت يمكن بتاع حضرتك يا نسا اولفك فضل وكمان حضرتك عارف اسمي؟ اصليحنا جرام البيت وصعاد البيت بالزر جرامح ما لو حضرتك عارف اسمي وطبعا بتعرف انجليزي اي اظن الحرف اللي موجود على المنديل حرف ال يبقى اكيد المنديل منك بتاع اتفضل عن اسمي اما حتة كابسة يا متر انا عارف يا اخي انه مش منديلها ده منديل مونير اختي بس انا عملته حجة انا عشان اكلمها طيب افرض انها اكلمتك ايه بقى الخطوة التالية؟ يا عيلو انا بحبها ويسدقني طيب وبعدين؟ بعدين يعني لما خلص ان شاء الله حتقدمناها بالجواز هو ده الشيء الصح الوحيد اللي قلته في كلامك يا محمد المؤمن الحقيقي القابض على دينه هو اللي يجبت مشاعره الى حين الزواج يا اخي الناس مش كلها مثالية زيك كده احنا بشر يا اخي لينا مشاعر يا اخي محمد انت قابلت تحمل مسؤولية الاشتراك في الدعوة لو مؤمن حقيقي بالرسالة اللي بنحاول ننشرها اكيد اكيد هتستحوز على كل مشاعرك يا اخي محمد احنا مطالبين بتكسيف نشاطنا في مواجهة النشاط الملحد اللي بدأ ينتشر بين الطلاق النشاط اللي يمكن حينتشر يا علوي الكل رفضينه من جواه رفضين التعريض بالديد انا بنفسي حضرت منقشة واحد فيهم لبعد الطلب صدقني الكل رفضوا يسمعوه عن عدم اقتناع حقيقي يا اخي يا اخي كفاية طالب واحد يقتنع ويبقوا كيسبوا عضو جديد لا لا يا محمد لا دول جماعات لهم اساليب سحرية في تضليل العامة ولازم نواجههم بضرارة على فكرة يا محمد انت واقع الاختيار عليك لتمسيل طلاب كلية الحقوق في اللجنة العامة للدعوة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اديني فرصة سعيدك هوريكي دنيا مش هتشوفيها هلا معايا هشيل الجوة عنايا رضل لجميلك ايوة كوسر موافقتك علي جميل كبير قوي هرد دينه حياتي انا عارف انك ماكملتيش تعليمك معلاش لما نرجع هجبلك مدرسين يعلموك كل اللي بيقولوه في الجامعة فلوسي واملاكي كلها بتاعتك كنت خايفة من ولادي انا محدش له عندي حاجة انا كل ليك يا كوسر بس انت يلا بقى الجدعاني كده وجفلنا حتة عيل يمل علينا الدنيا ما تستغربيش انا عارف انك برت صحيح بس العمار بهد الله وحتى لو مد قبل ما ربيه هسيب له اللي كفيه ويكفي ولاده من بعده انا مش قصد حضرتك انا قصد حضرتك فيه ما بلاش حضرتك ليه ايه رأيك لو مسافر ما احنا مسافرين اه لا احنا هنقضي اسبوع عسل هنا وبقيت الشهر بباريس باريس مرة واحدة قول حضرتك اسكندري انت ظاهر مش عارفة ايه من جوزك يا كوسر هانم انا هلففك العالم كله بلا اي جواب تنير جبنه جبنه علم الغزب علم الغزب ومن العلم جبنه ومن العلم ايدي خاند برضو يا حامد ايوها عندي مش شعور مهم مشاورك كترة اولي من دول والي ما احتجالك تبقى جنبي من يوم كوسر مسابة البيت والبيت فضي علي كتاندالو حس حدت يا كوسر روى المال يا يا سنية دي سنة الحياة طب خليك معي من عارضة انا مجغول في اجتماعات الحزب انا مجغول لصالح البلد كلها بين وبينك في دعوة هدامة لدخول كلها ممكن هتلنى عدخولهم انا وخير يا مار مينة حيصلح البلد علي وانا مش هتتعخر عليك سلام مش هتجي تتغذى معي لما خلص الاجتماع بقى حضرتك مكلف خطرك وبيت قابلني عشان تقولي ان امرتك الانة من خرجك الكتير بلاش تخ حد ضربك على ايدك ايوها ايوها الحب هو اللي ضربني على ايدي طب وايه اخرت الحب دا يا خاند سكرت يا عم يظهر ان انا رخصت نفسي لما قبلت ان اخرج معاك انا برضو استدت وليه سمعتك واللي سم كرمتي وشرفي الجواز الجواز مش بقولك يظهر ان انا رخصت نفسي لما قبلت اخرج معاك عن اذنك اخوضي بس ميرفد انا مواقفة بس انا ورأي مسؤوليات مونيرة لسه متجوزتش وهي واقوة لسه مخلصوش الجامعة خلاص يبقى كل واحد فطريق الناس كلامها كتير يا حاول اخوضي كلها بتعوضي عاد يا ميرفد لو انت مكاني كنت تعملي ايه اتصرف الزان كوثر ومتجوزها محمد وراجل يقدر يقوم بمسؤولية نفسه يبقى مش فاضل قدامك اللا مونيرة جوزها دور لها على عريز تتجوزها عشان انت تفوق لنفسك ادور لها على عريز اه وفيها ايه قال على رأي المسحي اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك فارتي لاب ديمتو عالي رابو عالو يلا بينا تيتي نرعب جامل لا انا زهيت خلص مش عاي زلع يايش ايه ملالتا طيب ايه رايك مركب في اله كمان الخين زهيت من طيب هلا عندي فكرة يا تيدي اصوان دلوقتي الجنة ما تيجي نقعد يومين اصوان اصوان ايه احنا نامل زلع عاجيز وروح نشتف اصوان فكرة هايلة هي مش اصوان دلوقتي حر طبعا خلاص فرصة اروح عشان نقلبس اللبس اللي انا جبته من طريق قبل المدى ما تتغير السنة الجاية الى اصوان الى اصوان بقى انصحيني من نوم عشان تقول لي كده يا سامي ارحمني يا ابني انا ما عنديش حاجة تنبع لا يا بابا عنك عندك بيت القلعة وبيت المصرية والتي اتفددين اللي فاضلين انت كمان حاصر التركة يا سامي يا بابا بعد عوض طويل ان شاء الله وانا كمان لازم ازهر قدامهم يا بابا لا يركبوني مدى دلوق ديرهم ما هم يسرهم اتحركبوك طب المرة دي ساعدتك المرة الجاة حتعمل ايه فين يكون الحرس الملك اللي حيعايشك في العز بابا ما ودك اجل ناجل للحرس اللي غدا ماجه عن اصوان اسمع يا سامي اقلي مش حبيك حاجة من الملك بلاش تبيق يا بابا نرهن نرهن مين دلوقتي بيقق للرعبة انا عند زبون موسيقى 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 يا حبيب تمشي يا المبينة بقى ايه رأيت لو اخترلك انا نعوقت بنفسي اللي تشوفو يا باشا ما قلنا بلاش باشا دي انا نعمان نعمانه بس سديني يا كوسر انا ببقى في منتهى السعادة لما بسمع اسمي على لسانك حديم علينا السعادة يا ربي اما بقى انا محضر بك حدة صغرة هتبست منها اول يا رب ايه رجل 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 يا عيداني مين دورو الديني يا شقمين جا ويدري يا برييان مالبتري يا برييان مالبتري يا اي انتوفر يا اي انتوفر يا اي انتوفر يا اي انتوفر هاي قام وقص ونا سافرات صنو بلا هاي جواب ننير نيل سافرات صنو بلا هاي جواب ننير نيل ونسير ما بسين هتوف ما هتوف ننود فرنا نعم هاي معاقش انا انا تعبانة انا عاوز اقوم اول كده وحنا لسه عادل لهم مديري الكوكيل عمل لنا حقة كبيرة قوي ايه معاقش اشان خطر انا اصلا تعبانة قوي امرك هاينا اوكي براهارك الراح لابد اتباوز باها احلامي ازديك اصل هاينا سامي بيه فرص سيدة يا فنح كوسر هاني من دارتنا لن سنين تيتي براتي وبنت اللي هو أحفل باشا الشبين نعمان باشا الرشيد جوز أهلا سامي بيه أهلا يا فنح أهلا تيتي خاني على فكرة أنا صديق والدك من زماني إحنا زملاء دراسة وزميري في الحزب كمان حضرتك زميل والدي؟ بايل ساعات المشاة ما تيجي صفتة أنت ومدام تكملوا الصهرة معايا ده أنا يسعبني إيه رأيك يا كوكي؟ أهلا أنا أسفل أنا أصلت عدمة شوية معلش أهزروك أصل النهار بألفينة كتير فتعبد شوية وكمان إحنا مزدين على مصر هناخد الطيارة على طول وهنروح باريس هنغيلة سعيبة إن شاء الله شكرا يا فنح هنغيلة وعسلا هنغيلة 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 هنغيلة